لكن في ملحوظة هنا لازم نقف عندها في تقرير حالة النادي عام 1922-1923 اللي تم توزيعه للمرة الأولى في تاريخ النادي تفتكروا ايه هي؟ بصوا تحت كده وشوفوا ايه مكتوف ايه مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية يعني المطبعة اللي تولت طبعته كانت مطبعة مصر مطبعة مصر كانت اول مطبعة مصرية يتم انشاءها في مصر واللي عمل المطبعة دي محمد طلعت حرب طلعت حرب اللي قلنا في الحلقة اللي فاتت انه قدم استقلته من عضوية اللاجنة العليا للأهلي بعد ما توسع في مشاريع كتير لتمصيل الصناعة والتجارة والاقتصاد المصر ولقى انه مش هيقدر يخدم الأهلي زي الأول طلعت حرب اللي أسس بنك مصر كأول بنك مصري وأنشأ شركات تخصصت في مجالات مختلفة زي السينما والطيران والنقل البري والشحن والكيمويات والزيوت والمستحضرات الطبية والتغذية والملابس والألبان والتأمين والطباعة وحنلاحظ هنا ان كل الشركات اللي أسسها طلعت حرب كانت مقرونة بمصر بنك مصر شركة مصر للطيران شركة مصر للجزل والنسيج ستوديو مصر ومطبعة مصر إلى آخره لأن مصر كانت في القلب عند الجماعة الوطنية المصرية اللي منها طلعت حرب ولأن النادي الأهلي كان تأسيسه في إطار تأسيس كيانات موازية للكيانات الأجنبية اللي تأسست في مصر في ظل الاحتلال البريطاني كان لازم يدعم أول مطبعة مصرية ويطبع فيها أول تقرير عن حالة النادي ودى الطبيعي ما هو مش معقول يبقى النادي يتأسس كأول نادي مصري للشعب المصري ويطبع تقريره في مطابع أجنبية وعشان كده لما الشعب المصري قال أن الأهلي نادي الوطنية ما قالهاش من فراغ اشتركوا في القناة